بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مرة تانية اهلا بكل طلاب وطالبات صفر ربع الابتدائي المنهج الجديد النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع اول حصة في ماثة ربع ابتدائي المنهج الجديد من خلال كتاب الوزارة اللي نزل وكلنا شفناه كنا عملنا تحليل ونظرة سريعة على كتاب الوزارة ماثة ربع ابتدائي المرة اللي فاتت اهلا بكل اولئي الامور اللي متابعين معانا شرح ماثة ربع ابتدائي وبرضو شرح رياضيات ربع ابتدائي المنهج الجديد المنهج ان شاء الله سهل وبسيط وكنا دللنا على المرة اللي فاتت وقلنا ان المنهج هيكون سهل وبسيط مفيش اي مشاكل باذن الله تابعوا معانا شرح منهج ماثة ربع ابتدائي المنهج الجديد اول حصة النهاردة اللي هي بتتكلم على الديجت والنمر والنمبر كنا شرحنا قبل كده كذا حصة ولكن احنا كنا بنجتهد في حاجات جديدة نزلة ان شاء الله هنتعرف عليها الحصة دي وانا زي ما اتفقنا ان الحاجات اللي احنا شرحناها برضو موجودة ضمن المنهج بس هنغطي الحاجات اللي هي ما تقلتش اول حاجات الجديدة اللي نزلة معانا في المنهج باذن الله تابعوا معانا شرح منهج ماث ربع ابتدائي ومنهج رياضيات ربع ابتدائي المنهج الجديد ان شاء الله استنادي على قناة ماث سكول ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو وسبسكراي في القناة شان نستمر في شرح ماث ربع ابتدائي المنهج الجديد اول حاجة بناخد ثري ديفنيشنز الديفنيشن الاولاني هو الخاص بالديفنيشن بتاع الديجيت زي ما قلنا ان الديجيتس الموجودة عندنا كلنا في الدنيا طبعا هما التين ديجيتس طبعا بعض الناس تقولك فرم زيرو تو ناين انت عندك ناين ديجيتس لا طبعا عندنا تين ديجيتس اي نامبر كان بي فورمد فرم ديس ديجيتس يعني اي نامبر في الدنيا بتكون من الديجيتس دي اللي هي زيرو وان تو ثري فور فايف سكس سيفن ايت ناين طيب تعريف الدجيت اتس اسينجل سيمبل يعني هو رامز خلي بالك في الاصطة هو رامزة او شكل طبعا النظام اللي قدامنا ده اسمه النظام العربي اللي هي زيرو وان تو ثري فعلا الناس مستغربة ازاي هو النظام العربي طبعا في نظامين في كتابة شكل الرقم النظام الهندي اللي هو كان متعرف عليه ويتلغى كلنا هنواحد نفسنا دلوقتي مع النظام العربي سواء كونا بندرس رياضيات عربي سواء كونا بندرس ماث برضو هنستعمل النظام العربي اللي هو زيرو وان تو ثري فور ابتو ناين اتس اسينجل سيمبل يوز تو ميك نامرالز عشان تكون الصياغ العددية ديجيتس ار لميتد طبعا محدودة لان عددها تين ديجيتس طبعا تين ديجيتس 0 1 2 3 4 5 6 7 8 & 9 هما دول الدجيتس اللي احنا هنركز عليهم طيب بننتقل لديفينيشن التاني اللي هو الخاص بالنمبر النمبر طبعا بيتكون من الدجيتس It's an amount related to a numeral and consists of one or more digits يعني قد بقى لك إن 0 1 2 3 up to 9 دي ممكن نسميها number بس number formed from just one digit أو بنسميها one digit number والكلام ده أنا قلته في الحصص اللي فاتت The numbers are unlimited يعني غير محدودة طبعا بنسميها infinite set هنتعرف إن شاء الله لما نكبر شوية على sets of numbers هناخد the natural numbers والeven numbers والold numbers اللي هنا كنا ندستان في grade 3 و grade 2 دول هنسميهم finite and infinite set طبعا النمبر بشكل عام هتلاقي هتدرى sets كتير جدا هنسميها infinite set غير منتهية and endless حتى كلمة endless موجودة احنا بنركز عنقوله إن numbers are unlimited and endless بننتقل بعد كده لتعريف النمبرال ايهو النمبرال زي ما اتفقنا النمبرال ده برضو it's a symbol or name that stands for a number يعني صياغ العادل ذاته بيت الكتب ازالي تعال نشوف النمبرال النمبرال زي 3 طبعا and 49 سمينا الصياغ دي اسمها يا مستر standard form and 12 لو بسيطة 12 دي هتلاقيها مكتوبة in letters in letters يعني in word يعني باستخدام words يعني كلمة numeral دي بتقول لي انك انت بتستخدم الصياغ المختلفة لكتابة العدد طب احنا اخذنا how many forms احنا اخذنا three forms standard form, expanded form and word form لو كتبها لي في صورة word form او في صورة standard form او expanded form دي بنسميها numeral صيغة يبقى احنا بنركز على three definitions digit من zero up to nine number واللي هو بيتكون اصلا من digits والنمبرال النمبرال هي شكل النمبر هيتكتب ازاي يبقى احنا لو عندنا digit او عندنا number ممكن نصنفهم على انهم numeral طيب لو عندنا word form يعني number in word form in letters يبقى على طول ده بتصنف على انها numeral يبقى اي واحد من النوع الاول والنوع التاني بيصنف على انه numeral طب لو كتب لي letters in letters the number in letters اللي هي word form هنصنفها على انها ايه؟ هنصنفها على انها numeral تعال نشوف exercise على الكلام ده بيقول لي write each number in appropriate column يعني هنا عندك كذا column شوف عندك three columns digit, number and numeral in appropriate column الكولوم المناسب ليه يعني كأنك انت تعمل حاجة اسمها التصنيف او بيسموها classification some numbers may belong to more than one column يعني كتب هنا some numbers ايه المفروض تقول some forms الفورمز الموجودة عندنا دي seven, twenty five, five, three, two hundred, fifty six, seventy three تعال نشوف السابن السابن هتلاقيها digit it's a digit يبقى خلاص هعمل تيك تحت كلمة digit it's a number ولذلك بنسميها it's one digit number يبقى على طول هنصنفها على انها number نحن قلنا قبل كده لو انا عندي digit وعندي number يبقى على طول هنصنفها على انه number طب ليه لانها صورة من صور كتابة العدد طيب twenty five دي بنسميها two digit number يعني number متكون من two digits اللي هما two and five ولذلك نحن عندنا هنا two places once place and ten place والكلام ده احنا درسناه from grade two طيب احنا نصنفه على انه digit طبعا لا طبعا احنا اتفقنا from zero up to nine يبقى هي دي digits اتكون بقى twenty five يبقى على طول عندي ده it's a number وطبعا twenty five بنسميها ايه بنسميها standard form واي فورم اللي كتابة العدد بنسميها numeral طيب كلمة five five دي it's a digit بس مكتوبة in letters مدام مكتوبة in letters هتصنف على انها بس numeral مش هتصنف على الاولانية او التانية three it's a digit it's a one digit number it's a numeral 256 it's not a digit it's three digit number يبقى على طول هنعمل تشيك تحت كلمة number واح كمان هنعمل تشيك تحت كلمة numeral ليه؟ لان دي اصلا the standard form of the number seventy three the number in letters يبقى دي على طول هتصنف على انها numeral خد بالك لو اداك where the form يبقى على طول تصنفها على انها numeral تعال نشوف الددكشن اللي احنا استنتجناه من الجدول اللي فات number one the number is an idea the numeral is how we write it يعني النمبر ده فكرة ازاي نكتبو او الطريقة اللي ازاي نكتب بيعي النمبر دي اللي بنسميها النمبر دي طريقة من طرق كتابة النمبر number two all digits are numbers يعني from zero up to nine دي اللي بنسميهم digits وكمان بيسمي one digit number هتكليب لك او one digit number بس ما تقدرش تسمي the numbers digits not all numbers are digits مش كل numbers are digits يعني the numbers اللي بتسميها digit from zero up to nine ولكن لو جيت عندي ten اللي هي nine plus one التان ما تقدرش تسميها digit ليه؟ لأنها two digit number متكونة من two digits one's place and the tenth place يبقى لازم نفرق ما بين كلمة digit و كلمة number ال digits معروفين و محددين room zero up to nine وبنسميهم برضو numbers one digit number لكن ما نقدرش نسمي غيرهم اللي هما ten, twelve, ninety seven, three hundred forty eight and so on ما نقدرش نسميهم digits وإنما هما numbers of what digit number two digit number three digit number four digit number five digit number and so on طيب number three يقولي all digits and numbers يعني انت لو عندك digit و number يصنفوا على أنهم numerals can be called numerals all digits and numbers can be called numerals next exercise write each number in a period column some numbers may be long more than one column نفس الإكسرسيز اللي فات بس أكبر شوية 369 it's not digit it's a number and it's a numeral 24 it's a not digit خد بالك it's a not digit why because we have two digit number so it's a number and numeral ليه numeral لأنها طريقة من طرق كتابة العدد طيب 9 it's a digit it's a number it's a numeral 46 دي طريقة من كتابة طرق النمبر بنسميها الويرد فورم 46 so it's a numeral 2000 طبعا ده four digit number ولذلك مش هنسميه digit على طول هنسميه number وكذلك it's a numeral طيب ده six digit number خد بالك أنه مش كاتب هنا الكامر هنستخدم الكامر بعد شوي 620,336 يبع على طول ده it's a number and it's a numeral standard form 8 it's a numeral 7 it's a digit one digit number and it's a numeral 88 it's not digit it's a two digit number and numeral لاثنين 0 zero it's a digit ونسميها one digit number وكمان numeral 317 317 it's a numeral طبعا ده where the form أو طريقة لكتابة النمبر 90 برضو كذلك where the form أو طريقة لكتابة النمبر فعلى طول ده هنسميها numeral remember بنتذكر شوية حاجات مهمة الحاجة اللي احنا بنتذكرها هي digits أو numbers اللي هي بنسميها one digit number two digit number three digit number four digit number five digit number six digit number على فكرة احنا توقفنا في grade 3 على دراسة six digit number يعني انت من grade 4 ان شاء الله من الدراس اللي جاي هنبدأ ناخد seven eight nine digits and ten digits وهكذا طيب احنا لو سألتك what's mister the smallest one digit number the smallest one digit number هو zero طيب the smallest two digit number is what ten the smallest three digit number is one hundred يبقى انا هنا بنستنتك حاجة اسمها pattern مهم جدا جدا بس البترن دايما عندي بيبدأ من 10 يعني لو قلت لك one digit number هتقول لي على طول it's zero طيب two digit number is what is ten اللي هو بينتق من ايه من nine plus one يعني انت بتاخد the largest digit which is nine plus one is equal to ten ten بنسميها two digit number but ten is the smallest two digit number يعني هيقولك كده what's a ten التن هي ايه هتقوله ten is the smallest two digit number ممكن اسألك بطريقة تانية ten is what digit number ten is the smallest two digit number طيب هيبدأ بقى just multiplying by ten هيستخدم هنا بنسميها the multiples of ten ودي احنا ندرسها بالتفصيل بردو وكننا درسنا في جرار 3 بالمنعسبة multiples of ten just multiplying by ten we get one hundred one hundred the three digit number the smallest three digit number is one hundred and so on the smallest four digit number is one thousand the smallest five digit number is ten thousand the smallest six digit number is one hundred thousand يبقى دول لازم نكونوا حافظينهم كويس next هنتكلم على the greatest one digit number two digit number three digit number اللي انت لو اضفت one عليه هيديك اللي بعده the smallest one digit number is nine or the greatest sorry one digit number is nine هتاخد ال nine ده لو ضفت عليه one هيديك ten طيب لو انا هنتكلم بقى على the greatest two digit number two digit number هتلاقيه ninety nine اللي انت لو ضفت عليه one هيديك one hundred اللي هو the smallest three digit number طيب بعد كده the greatest three digit number just triple nine هتكتب triple nine جنب بعد هيديك nine hundred ninety nine plus one هيديك على طول the one thousand اللي هو the smallest four digit number the greatest four digit number it will be four nines جنب بعد يبا nine thousand nine hundred ninety nine and so on the greatest five digit number is ninety nine thousand nine hundred ninety nine the greatest six digit number is nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety nine اللي انت لو ضفت علي one plus one we get one hundred thousand the smallest six digit number لازم نكون حافظين اللي فوق وحافظين المجموعة اللي تحت the place value ودي احنا كنا اكدنا عليها كتير جدا احنا توقفنا في grade 3 على دراسة six digit number قلنا علشان تقرأ اي number وانا هقولها لك دلوقتي بالتفصيل you have to divide it into periods يعني لو انت عندك six digit number you can use the place value chart ده ال place value chart اللي احنا اتفقنا عليه النمبر اللي موجود عندي هو six digit number وهنستخدم الكمس بعد شوية three hundred seventy two thousand eight hundred sixty five طيب احنا عندنا هنا مجموعتين or two periods الperiod الاولنية five six eight اهي five six eight once place tense place hundreds place دول بنسميهم ال once او بنسميها ال once period طيب اللي بعد كده two seven three two seven three دي الperiod التانية بنسميها thousands two in once بس في thousand بنسميها thousands place seven in ten thousand place three in hundred thousand place طيب تعال نشوف ال place value وال value تعال نشوف three in hundred thousand it's value is equal to three hundred thousand seven in ten thousand place it's value is equal to what mister seventy thousand two in thousand place it's value is equal to two thousand انا هنا حابب اقول حاجة مهمة لو راجعنا ورا شوية لثري ولطلك just write the value of three عشان تكتب الفاليو بالنسبة لأي ديجت just determine the digit تحت هذه ديجت and make all digits to its right to be zeros يعني انت هتكتب ثري وهتبص هنا هتلاقي عندك five digits الفايف ديجت change all digits to be zeros والحيطة دي انا لتها كزا مرة يبقى الفاليو للثري هتلاقيها three hundred thousand لو انت انتقلت لل7 بردو عشان نكتب الفاليو of seven just write seven اهي and change all digits to its right to be zeros يبقى one two three four so you have to write four zeros يبقى seventy thousand بعد كده برضو value of two it will be two thousand eight in hundred place its value is equal to eight hundred six in ten place its value is equal to sixty five in one place its value is equal to five طيب بنأكد على حاجة مهمة هنا جدا ان احنا كلمة place value بيقصد بها the name of the place في السؤال طب كلمة value بيقصد بها the value ذاتها وعرفتك ازاي تكتبها حتى لو انت مش عارف the name of the place next exercise بيقول لي write the greatest and smallest number that can be formed from the cards طبعا مديني مجموعة من الكارتز six cards وبقول لي اكتب the greatest number and smallest number طيب ده لي علاقة بايه؟ دي علاقة بال place value وال value أو بالاخص لل value طيب انا هنا عندي six digits عشان تكتب the greatest number just start with the greatest digit خد بالك تسمهم digits يبقى انا هبدأ بالنين واكتبها في hundred thousands دي بنسميها the highest place مهمة جدا يبقى انا هكتب from left to right يعني انت هتبدأ كده ترتبهم حاجة from greatest to least the greatest digit is nine يبقى انا هبدأ بالنين followed by eight يبقى انا هكتب بعدها ال eight followed by seven يبقى اكتب بعدها ال seven بعد كده followed by four هكتب بعدها four followed by zero يبقى هكتب بعدها zero خد بالك اننا عندنا هنا five digit number sorry مش six digit number يبقى ال number greats هيكون ninety eight thousand seven hundred forty عشان تكتب least number في خطأ كبيرة او في مشكلة عندنا ايه هي وجود zero لو انت تبدأ بال zero as the left هنرتب بقى from least to greatest عشان نكتب the least number لو بدأت بال zero as the left has no meaning or has no value وبالتالي هتبدأ باكبر حاجة بعد الزيرو اللي هي الفور وبعدين تكتب الزيرو وبعدين ترتب عدي جدا يبقى انا اقول له four zero بعد كده seven eight nine seven eight nine ويفضل انك تكتب الكامل انا هنا مش كتبها اكتبها في الاكسرسيزات اللي جاي ان شاء الله بنأكد على موضوع the greatest and smallest digit number write the greatest and smallest number that can be formed from the digits five seven nine zero four زي ما اتفعنا عشان نكتب the greatest number كل اللي عليك هتحدد the greatest digit the greatest digit is nine يبقى انا هكتب على nine واكتبها followed by seven هكتب على seven واكتبها followed by five يبقى اشتب على five واكتبها followed by four هشتب على four واكتبها بعد كده followed by zero يبقى النمبر اللي عندي ninety seven thousand five hundred forty خد بالك احنا استخدمنا الكامل وهشتبها لك دلوقتي بالتفصيل to write the smallest number عشان تكتب the smallest number start with four يبقى انا هبدأ بال four وبعدين اكتب zero بعد كده five seven nine five seven nine يبقى انت بترتب هنا بس بترتب from least to greatest بس اخد بالك من zero ما تبدأش دائما بال zero يبقى the smallest number is forty thousand five hundred seventy nine number two بيقول لي write the place value كلمة place value ما تنساش لان بعض الناس بتطلق بقت ما بين كلمة value وكلمة place value كلمة place value معناها the name of the place لما قولك where did you live انت عايش فين؟ هتقول لي I'm living in Egypt يبقى انا عايش في مصر وبالتالي يبقى انت بتقول اسم المكان اللي انت فيه كذلك انا بالنسبة لل digit الموجود عندي او ال underlined digit هنقول اسم المكان ايه طيب off the digit three يعني هو محدد لك ال digit ممكن ما يحدد لكش ال digit يكتب لك تحته خط ممكن يغيره اللوت يقول لك off the red digit وهكذا وتعرفنا على مسائل زي دي من grid three in each of the following number one انا عندي هنا five digit six digit number دايما تحط الكاما عشان ما تلغبطش نفسك يبقى three digits write comma بعدين three digits five hundred forty five thousand two hundred twenty three three in what mister in one's place يبقى انت هتكتب هنا one's place بعض الكتب بتكتبها units برضو صح مفيش مشكلة four hundred twenty three thousand five hundred three in what تاخد بالك one's then's hundreds هي في thousands تبقى في الones بتاعت الثاوذنس يبقى هتكتب له thousands place يبقى الكلمة اللي هتكتبها هنا كلمة thousands بعض الناس بتكتبها thousand وبتنسى لتر اس ما تنساش لتر اس دي أنا عندي five digit number twelve thousand forty five طبعا هنا هو بتكلم على digit three طب انت هتدور على digit three مش هتلاقيها يبقى تشد خط كده twenty three thousand four hundred sixty six بنكلم برضو على three انا عايز digit three digit three in what in thousands place يبقى انا كتب كلمة thousands thousands place لو سالك على الفاليو بتاعتها هتقوله على طول three thousand next twenty five thousand one hundred twenty four برضو مفيش digit three وبالتالي هنسبها زي ما هي next exercise circle the appropriate sample طبعا هو بقولك هنا compare using greater than smaller than or equal احنا اخدنا رول بالنسبة للcomparing ايه هي الرول to compare between two numbers الرول الاولي انا هقولها لك الرولز دلوقتي انك انت بتشوف عندك how many digits at the left how many digits at the right دي اول حاجة لو زي بعد في number of digits على طول بتبدأ تقارم between them او تبدأ تعمل comparing between them from left to right انا هنا عندي five digits وهنا عندي five digits هتلاحز اصلا انك انت عندك نفس الدجت يعني fifty four thousand three hundred thirty six forty five thousand انا مش نفس الدجت next exercise next exercise circle the appropriate sample to compare between numbers خد بالك بقى انت عايز تعمل comparing appropriate symbol طبعا السيمبل اللي مستخدمة عندنا في comparing greater than smaller than or equal انت دايما خليك فاكر انك بتعمل comparing لالحاجة at the left بالحاجة اللي at the right بال left hand side وال right hand side اول حاجة تفكر فيها انت عندك كم digit هنا وعندك كم digit هنا لو عندك the same digits خلاص هتبدأ تعمل comparing from left to right digit by digit طيب انا عندي هنا في thousand five fifty four انا هاخد البرد على بعضها في thousand هنا forty five يبقى ايه اللي هيخليني هنا نحدد خد بالك التين thousandth place هنا five وهنا four what's the relation between five and four five is greater than four so the left hand side is greater than the right hand side يبقى انا اختار على طول greater than طيب اللي بعدها nine hundred thousand مستر nine hundred طيب هنا ninety nine thousand خد بالك هنا how many digits لو انت ركزت هتلاقي six digit number six digit number طيب add the right we have five digit number طيب بدي هي كده six digit number is greater than the five digit number ولذلك دي الرول اللي نثنا منقوله عليها next fifty six thousand طيب هنا fifty plus thousand يبقى خليني نحدد نقول that the left hand side is greater than the right hand side هتلاقي عندك in thousandth place we have six in thousandth place we have zero and six is greater than zero so we can deduce that the left hand side is greater than the right hand side الموضوع سهل ووسيط next four digits four digits طبعا هو نفس النمبر four thousand five hundred four thousand five hundred يبقى على طول هنختار equals the place value and value بيرقع لك تاني موضوع place value and value if we have five digit numbers هاي اللي قدمنا ده ninety seven thousand three hundred twenty four دي بنسميها the standard form بالنسبة للصور احنا قناها قبل كده four in one place its value is equal to four two in ten place its value is equal to twenty three in hundred place its value is equal to three hundred seven in thousand place its value is equal to seven thousand nine in ten thousand place its value is equal to ninety thousand طب احنا كتبنا the value of each digit ده بي خليني اكتب صورة تانية او فورم تانية بالنسبة للنمبر هي the expanded form the expanded form of any number just write the value of each digit يبقى انا اقدر اكتب ninety seven thousand three hundred twenty four as ninety thousand plus seven thousand plus three hundred plus twenty plus four الصورة اللي احنا شايفينها دي بنسميها the expanded form of the number write in letters بيتكلم هنا على ال word form لو هناخد example النمبر اللي قدامي ده seventy eight thousand three hundred twenty four لما تيجي تقرى النمبر على طول بنقول ان احنا بنبدأ reading the number from left to right يبقى انا بقول على طول هنا seventy eight thousand three hundred twenty four اللي انا بقوله بكتبه بس in letters وبنأكد هنا على ان احنا نكون شطرين كويس جدا في ال spelling يبقى انا بقول هنا seventy eight thousand three hundred twenty four next لو ديتك نمبر زي ده fifty thousand three next five digit number برضو eighty four thousand seventy eight يبقى انا هكتب كده in letters eighty four thousand seventy eight يبقى تنساش ان ممكن يديك ال standard form وانت تكتب ال word form او ممكن يديني العكس ممكن يديلي ال word form وقول لي اكتب ال standard form remember بنا تذكر حاجة مهمة جدا خد بالك ان احنا ممكن نكتب any number in three ways so we can write the five digit number او اني number عمتا بس احنا بتكلمينا على five digit number لان ال example اللي قبله كان على five digit number we can write the five digit number in three ways طبعا كلنا عارفين the standard form اللي هي معناها the number in digits where the form the number in letters and the expanded form اهي 19234 يبقى هكتب كده 19234 بالنسبة للexpanded form just write the value of each digit look one in ten thousandth place its value is equal to ten thousand nine in thousandth place its value is equal to nine thousand two in hundreds its value is equal to two hundred plus thirty plus four so we can write the expanded form as خد بالك ten thousand plus nine thousand plus two hundred plus thirty plus four the place value chart احسن حاجة بتفكرني بالplaces اللي احنا درسناه ناخد example 85,327 تعال نتكلم على كل digit موجود عندي اول period اللي هي seven two three seven in one place two in ten place انا عارف ان انتو عارفين الكلام ده فمعليش يعني هتلاقيني سريع شوية في ان انا افكرك انا عارف ان يقولوا يعني هذا الموضوع قتل بحسن زي ما بقول three in hundreds place five in thousands place خد بالك بق eight in ten thousands place تعال احقول حاجة بسيطة خالص بعض الناس بتقولك ايه and which digit is the last of the number 85,327 لو انا هتكلم على اللاست digit هنا اخد بالك اللاست digit هتلاقيه seven يبقى seven دي هي اللاست digit متقولش ده اول digit في النمبر يبقى the last digit is seven which digit is the first الفرست digit هتلاقيه eight يبقى انا بركز على حاجة مهمة جدا هنا الفرست digit بالنسبة لاي نمبر في الدنيا هو highest place طب يعني ايه highest place يعني ال place اللي لها value اكبر حاجة اللي هو ten thousands place بالنسبة للأجزامبل اللي قدامي ده هتلاقي ten thousands place ده هو ال highest place وبالتالي the first digit is هتلاقيه eight شون بعض الناس بعد كده هتاخد موضوع rounding هنتأكد هنشوف حكاية الفرست واللاست والكلام ده وبرضو divisibility rules بيتكرر فيها الالفاظ دي طب the last digit is what is seven يبقى لما اقولك the last digit is what هتقولي the once place يبقى دايما the once place هو the last digit طيب مين هو الفرست digit هو the highest place اين كم ما عندك لو انت عندك five digit number يبقى ten thousands place طب لو six digit number هنسميها hundred thousand place طب لو seven digit number هيتبقى عندي الميليون هي the highest place How can we read a five digit number بشكل عام لو انت عندك six digit number فايف ديجت نمبر انا هيخد الفايف ديجت نمبر كأجزامبل لو عندي النمبر اللي قدامي ده ازاي نقرأه طبعا كلها نعرف نقرأه مفيش مشكلة 89,457 للناس اللي مش عارفة تقرأه هنقولوا كده divide the number into two periods from right to left يعني هنجزة النمبر ده لبيريد طب ايه هي البريد هي مجموعة من الدجت طيب مش اي مجموعة من الدجت هي مجموعة من الدجت بدأ احتوي يعني مش هتلاقي بيريد فيها four digits يبقى انا اكد على الحيطة دي يبقى انا عندي هنا five digit number يبقى انا هيخد seven five four دي هنسميها على طول period طيب and the nine eight دي the second period واتبالك بقى the first period is once place وحط بين between them comma دي بنسميها البريد الاولانية بنسميها ال once period والبريد التانية اثمها thousands period طب احنا علينا كاما ايه اللي هيضاف علينا في great four بالنسبة لل periods هيضاف عندنا millions period وهيضاف علينا كمان millions period او billions period اي ان كان الكتاب مستخدم الكلمتين كلمة ميليارد هي نفسها كلمة billion يبقى النمبر القدامي ده ممكن اقراه على طول 89,457 هو هنا عايز يعمل comparing زي ما اتفقنا ان comparing الاول بنركز على number of digits يعني لو بصينا number one هتلاقي عندك add the left we have five digit number five digit number يبقى انا هنركز اعمل هنا comparing from left to right كل اللي عليك هتبص كده عندك على thousandth place طبعا هتلاقي عندك هنا or ten thousandth place eight and seven eight is what seven eight is greater than seven so the left hand side is greater than the right hand side مش لازم تقراه وممكن تحدد من خلال القراءة يعني لو بصيت لنمبر two عندي forty nine thousand forty nine thousand هتلو بص بعد الناس تبص للبريد على بعضها thirty three and forty thirty three is less than forty يبقى حط للزان او ممكن تركز على tense place three and four يبقى على طول three is less than four بعد كده seventy thousand seven thousand eight hundred thirteen eight hundred fourteen يبقى على حدد هنا the once place three is less than four so the left hand side is less than the right hand side next we have the same number يبقى على طولها نكتب equals twenty two thousand twenty two thousand قد بقى عندك nine hundred and seven hundred nine is greater than seven so we can deduce that the left hand side is greater than the right hand side sixty seven thousand nine هتلاقيهم the same number يبقى على طول هنكتب equals نوت مهمة جدا بتستخدم في حل المسائل وكتير مننا بينساها لو سألتك وقلت لك one hundred is equal to how many tense ممكن يقولها لك السؤال كده how many tense are in one hundred how many tense are in one hundred عشان تشوف how many tense كلمة tense دي هتشيلها وتحط بدلها مستر zero يعني هتشتب zero من هنا وبالتالي بنقول كده one hundred is equal to mister ten tense ten tense دي ريليشن مهمة هنطبق نفس الاسلوب بالنسبة ال one thousand is equal to how many hundreds هو بيسأل هنا على number of hundreds of one thousand أو ممكن سؤال يقولك إيه how many hundreds are in one thousand على طول هنشتب تاب ال hundreds فيها كام zero فيها double zero يبقى على طول هنشتب double zero يبقى هشتب الزيرو ده والزيرو ده يبقى على طول هقوله كده one thousand is equal to ten hundreds سهلة جدا طيب ten thousand is equal to how many thousands يبقى على طول ال thousands دي فيها triple zeros يبقى هشتب triple zeros one two three يبقى على طول يبقى على طول just write ten يبقى أنا هنا بسأل على المسنج نمبر هو إيه الإكسرسيز ده مهم جدا ويتكرر كثير في الاختبارات choose the correct answer نفس الإكسامبل اللي عندنا أو الإكسرسيز اللي عندنا طبعا هنا choose number one بيقول لي one hundred equals how many tens يبقى كل إلي عليك إنك just delete one zero cancel one zero so the missing number is ten يبقى أنا هكتب one hundred is equal to ten tens next one thousand is equal to how many hundreds كل إلي عليك بردو ال hundreds فيها double zero هتشتب double zero يبقى المسنج نمبر هتلاقيه ten الإكسامبل سهل وبسيط اللي بعده ten thousand is equal to how many hundreds كل إلي عليك hundreds we have double zero يبقى كل إلي عليك just delete double zero so we get one hundred هتكتب بقى الباقي عندك one hundred يبقى correct answer عندك هتلاقيها بيه seventy eight thousand is equal to how many thousands thousands we have triple zeros يبقى كل إلي عليك هتشتب three zeros one two three يبقى المسنج نمبر هنا هتلاقيه 78 يبقى الأنصر عندك هتلاقيها d thirty thousand equals how many hundreds في ال hundreds بنشتب double zero يبقى لطول المسنج نمبر هتلاقيها three hundred يبقى الأنصر عندك هتلاقيها three hundred thirty three thousand is equal to how many hundreds كل إلي عليك بقى هنا مش هتلاقي زروهاد عشان تشتب هتلاقي نفسك وقعت في مطب لكن مفيش مطب والحاجة هتحاول تكتب thirty three thousand دي بنفس الأسطوب in digits يعني هتكتب ال standard form الخاص بيها طب إزاي نكتب ال standard form الخاص بيها هتسطب كلمة thousands وتشوف بدا لهم triple zeros يبقى thirty three thousand بعد كده هتحاول تشوف how many hundreds كل اللي عليك هتشتب double zero يبقى the missing number is three hundred thirty يبقى correct answer عندك هتلاقيها بيه يبقى three hundred thirty next the place value chart كلنا عارفين place value chart بنسبة للنمبر اللي قدامي ده بيسألني على ال digit والplace value والvalue خط بالقى the first digit is six one hundred thousand place it's value is equal to six hundred thousand seven one ten thousand place its value is equal to seventy thousand five one thousand place its value is equal to five thousand three one hundredth its value is equal to three hundred four one ten it's value is equal to forty 8 in once place its value is equal to 8 write each number in standard form زي ما اتفقنا ممكن يكتب لي a number in letters ويقول لي اكتبها in digits 324,000 انا هركز على دي 324,000 620 يبقى انا هكتب الاول 324,000 وبعدين هكتب 620 طبعا موضوع سهل كده وبسيط 147,000 يبقى انا هكتب 147,000 وبعدين 843 بتكمل برضو يعني انت بتلاحظ هنا ان انت عندك 2 periods 800,000 وبعدين 403 800,000 يبقى انت هكتب 8 and double zero وبعدين تكتب 403 هتلاحظ عندك ان التنسي place فيها 0 يبقى 800,403 نكست 100,000 يبقى انا هكتب 100,004 سهلة جدا 703,000 احنا ضربنا على الاكسرسيز دي كتير فهتلاحي ان انا سريع شوائي 703,000 وبعدين كاما 48 يبقى 100 فيها 0 يبقى على طول بكتب هنا 703,048 نكست اكسرسيز find the place value and the value of the underlined digit السؤال ده مهم جدا ليه لانه دايما بيسأل على the value and place value طبعا هو كتب لي هنا number وكتب لي هنا the underlined digit كل اللي عليك بس place value the name of the place الفاليو هتكتب الفاليو طبعا بالنسبة الفاليو انا قلتلك قبل كده just write the digit and change all digits to its right to be zeros ده لو انت منتش عارف حاجة خالص لكن احنا كلنا شاطرين وعرفين طبعا ديكتنا من grade 1 five in thousand place its value is equal to five thousand example كمان مهم جدا بيقول لي compare using greater than smaller than or equal ده على ال comparing بسرعة ده five digit number وده six digit number يبقى على طول هنكتب place than اللي بعديها six digit و six digits بس انت حتلاحظ هنا في hundred thousand place اللي هو the first digit هتلاقي eight at the left بالنسبة at the right هتلاقي four what's the relation between eight and four يعني انت تقول كده eight is what four بعض الناس تقول لك اللي eight هي كبيرة فتفتح بقها نحية الكبيرة برضو يعني اسطوب صح مفيش مشكلة بس دايما احنا نقوله ايه اقول لي نفسك كده ابدأ from left to right وقلو eight is what four eight is greater than four يبقى انا هكتب على طول greater than next seven hundred thousand four seven hundred thousand five ملاحظين ان الones place is at the left four at the right five four is what five four is less than five so you have to write less than اللي بعديها هتركز شوية هتلاقي the same number so you have to write equals بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهاردة اول درسة في math grade four المنهج الجديد نلتك على خير ان شاء الله في الحصة التانية من math grade four المنهج الجديد ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة عشان نكمل مع بعض الشهر حمات grade four وسنة سعيد ان شاء الله على الجميع